بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أصعد الله صباحكم وأهلا ومرحبا بكم في أخبار في دقائق حلقة اليوم سنتحدث عن صدمات عنيفة بين أفراد من قبيلة البويهات وعناصر من ميليشيات البوليساريو حسب ما جاء في موقع ميديان يوز علمت يقول المقال مصادرنا أن ما يسمى بمعسكر السمارة في مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر يعيش منذ الأحد على إقاء الفوضى وإطلاق الرصاص الحي بعد اقتحام شبان من قبيلة البويهات لمقر ما يعرف بشرطة المعسكر وذلك في محاولة لتحرير الشاب من نفس القبيلة تم الاعتداء عليه واحتجازه من قبل ما يعرف بشرطة البوليساريو أمام هذا الاقتحام استدعت ميليشيات البوليساريو عناصرها الخاصة إلا أن العشرات من سكان تندوف احتشدوا قرب مسكن عائلة للشاب المحتجز بدائرة حوزة بمعسكر السمارة لمناصرته ومناصرة أسرته وقد نتجت عن هذه التطورات مصادمات عنيفة بين الشباب بقبيلة البويهات والأجهزة الأمنية للبوليساريو اضطرت معها هذه الآخرة إلى إعلان عن حالة الطوارئ لكل المنطقة وكان نفس المعسكر قد شهد في 17 من الشهر الجاري استدامات مماثلة بين محتجين من سكان المخيمات المحتجزين وعناصر من ميليشيات البوليساريو فضلا عن تبادل لإطلاق الرصاص إطراح حرق سيارة مدنية من طرف مجموعة من الأشخاص هذه الأحداث والإطلابات تظهرها شاشة بنية قيادة الجبهة الانتصالية في ذكرى إعلان جمهوريتهم الوهمية هذا ليجاف مقال ميديا نيوز سيقولون هذو كل يروجوا أطراحة النظام يقول لك بلي هذي موقع مغربي وما يقول وكلام ماهوش منه وغير دعاية غادي نوريكم يعني من قلب المخيمات أن الكلام اللي يجاه في موقع ميديا كلام صحيح ولا غبار عليه هنا حساب الناشط بوزيد مولاي وهو من عناصر البوليساريو انشر عدة تدوينات في الـ 24 ساعة الماضية أكد من خلالها الكلام اللي يجاه في موقع ميديا يعني كما تشوفوا هنا يا انشر هذا التدوينة ونوضع صورتين أخدتها من السيارة وقال هجوم على مقر شرطة ولاية السمارة وتدخل القوة الخاصة السمارة ما هي السمارة اللي مشيت أنا مشيت لها واستقبلوني المنتخبين السمارة الحقيقية هذه السمارة تايوان باش نوضحوا الأمور كان فرق ما بين السمارة اللي هي مدينة تاريخية وعاصمة كما يقولوا العاصمة الروحية الأقالية لأنها مركز كان مركز ديني وفيها الزاوية تشيخ ماء العينين والسمارة هذي اللي جاي فوق الأراضي الجزائرية وهي عبارة عن مخيم هم قاعد المخيمات مسميين واحد العيون واحد السمارة واحد أوسرد واحد الداخلة ماذا ما رحوم ديرين الجمهورية قلت أن الناشط الناشط بوزيل مولاي انشر هذه الصورتين رحكم تشوفوا فيهم وينيأكد على أنه تم الهجوم على ما يسمى مقر شرطة ولاية السمارة وانشر صورة أخرى مع تعليق رحكم تشوفوا هنا تفاصيل تجدد الاشتباكات واكتب تفاصيل تجدد الاشتباكات هذا المساء 27 فبراير 2022 يعني أول أمس ما زالت سمارة سمارة طايوانا مشيل فري تعيش على صفيح ساخن منذ أسبوعين وما زال الرصاص يلعلع في أجواء الولاية حتى قبل كتابة هذه السطور بلحظات إضافة إلى إضافة إلى التحشدات ما يكتبوش ما يقولوش التحشدات التحشدات أنا لا أعرف أني نختارحها حشدات هي في اللغة العربية المفروض والتجمهر واقتحام مقر الشرطة وتكسير سيارات به واقتحام وتكسير مقرات أخرى بالولاية تجدد الشباكات بولاية سمارة هذا المساء كان بسبب محاولة القوة العمومية القبض على شخص تتهمه بأنه مشارك في حادثة اختطاف شرطيين قبل أسبوع والاعتداء على مقر الشرطة حيث لم يتعاون الشخص المطلوب ولم يمتتل لأوامر القوة العمومية مما جعل القوة العمومية تستعمل القوة ضده وسبب اعتدائهم عليه في نقل للمستشفى وكانت ردة فعل عائلته وأفراد من قبيلته هي اقتحام مركز الشرطة وتكسير السيارات لترد القوة العمومية بالرصاص في الهواء ومازالت الاشتباكات تتجدد إلى الآن من حين إلى آخر هنا هذا الناشط الصحراوي الناشط بوزيد مولير رحي أكد على أن الوضع في المخيمات غير طبيعي وأنه هناك اشتباكات ما بين القوة العمومية أو العناصر مسلحة تعبوليساريو وأفراد من قبيلة الشاب الذي تم احتجازه ثم زاد انشر تدوينة أخرى رحكم تشوفوها هنا إخلاء الأجانب من مقر التشريفات بالصمارة وتحويلهم للرابوني مخيم الصمارة والرابوني مش كيف كل واحد جاي في يعني سيباري والنظام يقول يفرض حضر التجوال قبل وقته بساعة ويحدى المواطنين عبر مكبرات الصوت من احتمال حدود حرائق وأعمال أدائيه هذا هو رح يأكد الكلام اللي قالتها ميديا ثم زاد انشر تغريدة أو تدوينة أخرى رحكم بتشوفوه هنا قال فيها الاعتداء على مركز التشريفات بالصمارة قبل ساعات يسبب في تحويل الأجانب إلى مقر التشريفات بالرابوني لتأمينهم يعني هدو جاويين هدو الأجانب باش يحتافلوا معهم بالذكران تأسيس الجمهورية الوهمية تحم ادعوا رهم خلطة ومشوا هربوهم يعني ادوهم من المخيمات من مركز ما يسمونه بمركز التشريفات بالصمارة ادوهم المقر مقر ببطعش اللي هو الرابوني اللي هو حاسي عبدالله لكم شفتوا الأوضاع في المخيمات على صفيح ساخن والناس متضمرة ويجي واحد يقول لك هذه فرصة لتاع السحراويين الناس تحرف أوكرانيا وروسيا باش هم تاني يديروا لاخر يا ودين على الشيطان يا ودين على الشيطان هذه الجبهة الانفصالية ما قدتش تتحكم في هذه المخيمات اللي عاد تروح تقود ما تسمونها وأنتم بمعركة التحري تكذبوا لأنفسكم وتكذبوا للمتابعين توعكم والواقع حاجة والخيال اللي تروجوا له حاجة أخرى هذا يأكد على أن وستنفجر لا محالة نظرا لتأزم الوضع ونظرا لأكاديم اللي ما عاد يقبلها هؤلاء المحتجزون وما عاد شي يقبل وهذا نوع من التمرد منين نشوفوا أفراد قبيلة ولا عائلة يرفضوا أن يحتجز ابنهم يعني هذا نوع من التمرد على سلطة هذه الجبهة الانفصالية المدعومة من طرف النظام العسكر المجرم نظام العسكر المجرم اللي يتاجر بهذه القضية منذ أكثر من نصف قرن فقط لمعادات وإبقاء الصراع مع المغرب الموقع ميديان جاب كما يقولوا نشر مقال بناء على معلومات صحيحة وهذه المعلومات يأكدها الناشط بوزيد مولاي والوضع هنا في هذه المخيمات ولفهد مخيم السمارة هو وضع مضطرب وهناك انفيلات أمني وهذا يتحمل مسؤولية نظام الحاكم اللي احتاجز هاد هاد الناس وغلق عليهم وسلط عليهم جبهة قيادة فاسدة قيادة تؤتمروا بأوامره باش يبقوا للوضع هذا ويحاولوا يستعطفوا المنتظم الدولي باش شغل يبقى هات السراع هو ما هونش النظام الحاكم في الجزائر يتاجر به هؤلاء الأغبياء اللي ما بغوش يفهموا ولو بعد مرور أكثر مستوار وربعين عام بلي هؤلاء فقط أداد في يد النظام وراكم شفتوا كيفاش عايشين في الوهم اللي رعاه هذا النظام عايشين في الوهم ويضموا أنهم رعهم في المخيمات وأنهم يقودون معركة تحرير ويعتبرون المغرب محتل لا حول ولا قوة إلا بالله أمر مؤسف وأمر كما يقولوا وصمة عار في تاريخ في تاريخ في تاريخ المنطقة بالأساس لأنه من العار أن يبقى ألاف من الأشخاص محتجزين يوهموهم بأنهم في معركة تحرير من أجل الاستقلال وتأسيس دولة وراكم شفتوا هيا في الدكرة تأسيس ما يسمى بجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية الفوضى عارمة في المخيمات حتى هذوك الأجانب رغم يكونوا سوشوك بارسك يشوفوا رصاص يهربوهم من مركز إلى مركز واحد آخر باش يخبوهم هذو دولة ويزيد يرسل المعين على قسم مرادية ويقول لها فخامة الرئيس إبراهيم رالي يعني بكل صراحة هؤلاء القائمون على الحكم في الجزائر يكرهوا بلادنا بالأساس يكرهوا يحبوا الخير للجزائر ما يخلوهاش تتورط في فضيحة ما يتخلوهاش تتورط في جرائم ضد الإنسانية كهذه الجرائم التي ارتكبت منذ تقريبا نصف قرن الحادث هذا ما هوش الأول وما هوش الأخير الحادث هذا ما يسمى بمخيم الصمارة يأكد على أن هذه الجبهة الانفصالية ما تقدرش ما قادرش تتحكم حتى فعد الخيام وما قادرش تفرض تفرض عليها شغل في الوقت الحالي ما تقدرش تفرض سياستها وأتوقع أنه سيزيد الانفلات الأمني في هذه المخيمات لأن الناس متضمرة والناس بدأت تطفيق وتعرف أن هذه القيادة تكذب عليها من خلال عدد البلاغات التي داري لهم إعادة نسخ لتلك البلاغات التي كان يتم إصدارها في الثمانينات يعني ما بين في الحرب التي كانت في الثمانينات بدأوا الناس يعرفوا بأن هذا القيادة هم مجرد فاسدين هم مجرد أداة في النظام الحاكم في الجزائر وأنه لا وجود لهذلك الوهم يعني الحقيقة هذا الأمر ما كانش حاجة يسموها جمهورية هؤلاء يمتواجدون فوق الأراضي الجزائرية التي التي فرط فيها النظام المجرم لأن النظام المجرم نورمالمون هذا الأعمال التي ستوقع الاعتداءات وتبدو الإطلاق النار هي تنفق الأراضي الجزائرية ومن المفروض أن السلطات القضائية في البلاد والسلطات العسكرية تفتح تحقيق حول ما يحدث بصحهم ما يقدوش يفتحوا لا تحقيق وما يخلوش الإعلام نتاحهم الإعلام الأبواق نتاحهم ما تتجرأش وتتكلم عن ما يحدث في المخيمات الإعلام الجرائد والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية المنبطحة المنبطحة ما تقدرش تتكلم على هاد اعتداءات وهاد الواقع المرير اللي اللي راهم يعيشوه سكان فوق الأراضي الجزائرية سيد لارونت ومن العار من العار أن يستمر أن يستمر هذا الوضع البائس اللي مسؤول عليه النظام الحاكم اللي مسؤول عليه النظام الحاكم واللي بيّن للعالم الآن أنه يستغل هؤلاء فقط في إبقاء سرائه مع المغرب وأنه لا يهمه استقرار المنطقة ولا يهمه السلام في المنطقة ولا يهمهم مصير هؤلاء الذين ضحكوا عليهم ضحكوا على جدودهم وببواتهم ورهم يضحكوا على أولادهم أتمنى أن يستفق الجيل الثالث من هؤلاء الذين ولدوا فوق الأراضي الجزائرية وأن ينتفضوا ضد هذه القيادة الفاسدة اللي نصبها هذا النظام وليتحكم فيها وليتمارس ما زال تمارس في الجرائم التاحة والقمع التاحة والتأديم التاحة وتقتل بلا حساء حسيب ولا رقيب وكنجون فتشوف هذه المخيمات قد نلقوه العشرات أو نلقو مقابر جماعية تختزن عظام لجوتة ارتكبت ضدها جرائم ضد الإنسانية إذن هنا من خلال هذه الحلقة حبيت نوضح ما يحدث في مخيمات البوليساريو في مخيمات الصمارة طايوان لأن الصمارة كما قلت لكم ما هي هذه الصمارة اللي تكلموا عنها الانفيلات الأملي مستمر وهناك فقط تعتيب لأن الإعلام عن نظام العسكر ما يقدر يغطي أمور كما هذا كما هذه لكن الناشطون راهم يصوروا ولي رافضين هذا الوضع راهم ينشروا هذه المعلومات وميديا انفردت بهذا الخبر الحسري وأكدت على أن الوضع في هذا المخيم أو الوضع في مخيمات البوليساريو هو على صفح الساخن أكتفي بهذا القدر وأضرب لكم موعدا إن شاء الله في حلقة أخرى لا تنسوا مشاركة هاشتاك طرد البوليساريو بالاتحاد الإفريقي شكرا على تتبعكم ووفائكم ودعمكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة